تمر الذكرى الثامنة لثورة الحادي عشر من فبراير ثورة الشباب الشعبية السلمية والكثير يتذكرها بشيء من الاعتزاز والفخر وكيف ثار الشعب ضد نظام وسلطة الفرد لكن مع حضور المناسبة تبقى هناك حكايات وقصص لأشخاص عاشوا تفاصيل هذه الثورة كل الثوار الآن مع الآخر الرئيس ومع استعادة الدولة اليمنية وشرعيتها وعاصمتها والدخول فيما بعد في إعادة تنظيم هيكلة الدولة في هذا المنزل المتواضع بمدينة تريم يشكن الحاج صالح بن قفلة الذي يمضي في العقد السادس من عمره وهو أحد رواد ثورة فبراير في ساحة التغيير بمدينة تريم بحضر موت حيث ظل بن قفلة كغيره من أبناء المدينة متمسكا بأحداث الثورة باذلا أوقاته في المشاركات بالحدث الجماهيري الوطني الخالص وهو اليوم يسترجع جزءا من مسيرته في الثورة يتذكر صالح بن قفلة وغيره الكثير من شباب الثورة في وادي حضر موت الأوقات العصيبة التي كابدوها وظلوا صامدين في ساحات التغيير في ثورة ساهمت بتهاوي نظام المخلوع وأجهزته هنا وفي هذه الساحة كان صالح بن قفلة يشارك في ترديد هتافات وشعارات لا زالت تسكن مخيلته إذ صمد مع رفاقه الثوار أيام وأسابيع بل وأشهر في ساحة لم تكن مجرد تجمع لحدث عابر بل كانت ساحة التغيير في تريم تمثل أهم ساحات محافظة حضر موت حيث لعبت دورا في اكتشاف الكثير من إبداعات وطاقات الشباب كما احتضنت العديد من الأدباء والفنانين الذين استفادوا من الزخم الثوري في سياغة حالة فنية إبداعية فريدة شخصيا كنت أجلس في هذا المكان يكاد يكون محصور لي وإن لم أشتريه بمال ولا لكن كانوا الأخوة مجرد ما أحضر يقدرون المكان الحقي فكنت دائما لحضره الجلوس في هذا المكان بالذات ونذكر أيضا المشاركة مع الشباب على رغم كبر السن والشعر الأبيض الشايب هنا لكن كنا ندعم الشباب ولو من باب أنصر أخاك لم يخفت بريك ثورة الحادي عشر من فبراير بل يزداد توهجا رغم أجواء الحرب الأوسع في تاريخ البلاد ويظل رواد ثورة أمثال الحاج صالح متمسكين بتحقيق أهداف الثورة على الرغم من كل الظروف حدد مساعد قناة بلقيس من مدينة ترين حضر موت